في تعاون الصحي شارك أمس وزير الصحة عبد الحق سيحي في أشغل الدورة التاسعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة بمقر بعثة الجامعة العربية بجونيف وتناقش الدورة التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن العربي مما يستوجب العمل بتعاون وثيق وتنسيق متين لتحقيق التقدم المطلوب وهو ما أكدته الجزائر لتحقيق الأهداف المشتركة وتحسين الوضع الصحي في المنطقة العربية وزير الصحة تطرق إلى تجربة الجزائر منذ الاستقلال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة في مجال الصحة من خلال ترسيخ حق المواطن في العلاج ومجانيته والشمولية إلى غاية اليوم إضافة إلى رقمنة القطاع والذي تأتى بفضل جملة من الإصلاحات التي عرفتها المنظومة الصحية